راهوا غايظتنا البلاد رانا حابين نشوفوا احنا طرق كما راها موجودة في العالم حابين نشوفوا مستشفيات ونشوفوا احنا المواطن الجزائري يعيش في الكافاف وفي العفاف اللي راه الناس عايشاته هاد الناس للأسف شديد ما راهمش يخدموا في خدمتهم وقاعدين هما اللي شافوه باللي راهوا يتكلم والله راهوا يفطن في الناس والله راهوا يساهم في الوعي انتع الناس والله يبدوه وما يتحوا عليه وما يفرقوش أنا لا علاقة لي بالناس اخذى اخارين والله دي والله واش راهم يديروا والله أنا ما راني ندفع حتى على مشروع واحد راني نتكلم عن البلاد ونتكلم بالمنطقة وبالواقع واللي يجاي يكذبني يتفضل بحرية تام يجي يتكلم فقط يكون هكذا في طرتاح تيرام ويكلم على راهوا يدفع على تبون دفع على راهك دفع على شنقريحات دفع على راهك دفع على ما انتعب ما عندي حتى مشكلة شخصية لا مع شنقريحات ولا مع تبون ولا من نوع ذاك اللي راه هو يردد فيه مصطالحات ويظال يعاير ويظال كذا لا انا ما نشمل نوع هذا انا راني نحوس على صالح البلاد علاش هذا بيع انتع الاوهام علاش هذا تبلعيق علاش الكذب علاش تزيين الباطل كاين منكر في البلاد والمنكر هذا ما داروش تبون ولا شنقريحة ولا 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 زروال ولا وسموه منكر راه موجود في البلاد من بكري والمنكر هذا راه هو يزيد راه هو يزيد وإحنا راه كل ما تجي فرصة نحوسوا على جل باش الناس تستغل في هذه الفرص باش مزيش الضيع لأنه انت راه جاء حلم مع زروال وراح تبخر جاء حلم مع ابو ظياف وراح تبخر جاء حلم مع ابو مدين وتبخر جاء حلم مع ابو تفليقة وتبخر وراهم كاينين الناس اللي راه معاقدين الأمل حتى ذوك في ذلة هذا تبون وإحنا ما ناش حابين هو أنه تزيد الناس توصاد باليأس وبالإحباط وتبقى جينيراسيوم بعد جينيراسيوم إلى متى يا صاحبي إلى متى عشرين سنة من حكم بو تفليقة ومن بعد خرج بو تفليقة يلمروا كيما كانش كذا وكذا وذركا الناس يهزوا في مشاريع اللي كانت أنجزت في وقت بو تفليقة بأموال شعب ويحبين ذوك وما ينسبوها لتبون وكذا كأنه ذو كنتا الجزائر راه دمارات خلاص هيقلعت كانت الجزائر الراكدة وذوك هيقلعت يا صاحبي على تزييف تعلبات الباطل هذا راه كينا الناس تخدم راه نفوق روسنا البارح واليوم وغدوة ولكن في المقابل كينا الناس يفسدوا احنا واش نحوسوا احنا رانا ضد الفساد رانا ضد الظلم ضد الحقرة ضد العنصرية ضد الجهوية ضد البناء أميس ضد القوية كل فضعيف نحوسوا على عدالة في البلاد هذا ما كان عدالة حيث هو أنه الجزائري عنده الفرصة كما أخوه الجزائري ما نشحبين هو أنه تبقى هذه الفرص الضيع هذا وش رانشي اللي نحوسوا عليه ترجمة نانسي قنقر